القليل منكم من يعرف أن سبونج بوب لم يتزوج من ساندي بل تزوج من كارين الكمبيوتر زوجة شمشون لا ليس القليل من يعرف بل لا أحد يعرف عن هذه المعلومة وستعرف في هذا الفيديو أسرار وحقائق صارمة من كارتون سبونج بوب ستصلمك نهائيا لم تكن تعرف عنها أبدا مرحبا أنا لن أشكركم على الستمائة مشترك أنا بشكركم على الستمائة وثلاثة وثلاثين مشترك شكرا شكرا على دعمكم الأخير في الفيديو الأول وأتمنى توصلوني ألف مشترك فبسرعوا اشتركوا في القناة وفعلوا قل ستنبهات واشتركوا لكم الفيديوهات الجديدة في قناتي وفجروا اللايك في هذا الفيديو لا فجروا أم اللايك في هذا الفيديو كان عنوان سبونج بوب سكوير بانس في الأصل هو سبونج بوي ولكن كان عليهم تغيير الأسم لأن أحد شركات نيكيولوجين كانت قد قامت بالفعل بوضع علامات تقارية عليه تم إنشاء العرض بواسطة ستيفن هيل نيبريغ عالم الأحياء البحري السابق الذي عاد إلى المدرسة لدراسة الرسوم المتحركة وقال هيل نيبريغ أن أكبر كابوسلة هو العثور على بضائع سبونج بوب منوية على الشاطئ وأيضا لأنه علم أحياء بحري سابق ولا يريد المساهمة في تلوث المحيط كان المفهوم الأصلي هو أن سبونج بوب في الأصل أسفنج حقيقي بحري لكن هيل نيبريغ قام فيما بعد بتغييره إلى أسفنجية صناعية مستطيلة لأنه اعتقد أنها ستكون مضحكة ولقاعد الأمور أكثر غرابة احتفظ هيل نيبريغ بوالدي سبونج بوب كأسفنجيتين حقيقيتين لضم تتذكرون ذلك القرصان الواقع الذي يظهر في بعض من حلقات سبونج بوب الذي اسمه باتشين لقد قام بتمثيل دوره تون كيني وهو نفس الشخص الذي يؤدي صوت سبونج بوب نعم بدأت تصطدم من الآن هناك الكثير ويقول كيني أن أسوأ مخاوفه هو أن يحدث شيئا لأحبال الصوتية ولن يستطيع أن يتكلم أو ينطق بصوت سبونج بوب بعد الآن يوفر كيني أيضا صوت الراوي الفرنسي الشخص الذي يقول أشياء مثل بعد ساعتين ويظهر في لقطات صغيرة بحلقات سبونج بوب وأيضا توم كيني هو الذي يؤدي صوت قاري الحرزون من منكم لاحظ أن الأصوات حتى تتشابه؟ المهم خلونا نتابع وصلنا للحظة الحاسمة لهذا الفيديو والتي أنت دخلت هذا الفيديو عشان تعرفها في أحد من الحلقات يظهر فيها سبونج بوب أنه تزوج من زاندي رسميا ولكن كل هذا كان تمثيل وكان في المسرحية ولكن الكل يعتقد أن سبونج بوب سيتزوج من ساندي اعتقادك خاطئ سبونج بوب تزوج من كارين زوجة شامشون كيف هذا؟ ولماذا؟ أنت الآن ملخبط لا تعرف شيء عن ماذا أتكلم بالضبط الآن رح أشرح لك كيف صار هذا الشيء نعم كنا بنعرف أن سبونج بوب سيتزوج من ساندي في المستقبل يعني في الكرتون وأكيد هذه النظرية صحيحة لكن أنا أتحدث عن الحياة الواقعية للشخصيات التي تؤدي هاي الكرتون في الحياة الواقعية كيني متزوج من جيل تالي الممثلة التي تؤدي صوت كارين للكمبيوتر وهاي هي كل الحقيقة يعني توم الذي يؤدي صوت سبونج بوب هم متزوج حالياً بجيل التي تؤدي صوت كارين الكمبيوتر نعم الآن وصلت المعلومة هذه هي الحقيقة تم تسمية قاع الهامور على اسم مكان حقيقي في قزيرة مارشال في المحيط الهادي أقرت الولايات المتحدة تقارب نووية في ذلك المكان طوال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي أدت هذه الحقيقة إلى ظهور نظريات شعبية مفادها أن شخصية سبونج بوب كلها طفرات مشعة لكن توم كيني نفى ذلك تم تصوير شخصية باتريك الذي هو بسيط نجم على أنها في البداية متنمر كان غاضباً باستمرار بسبب لونه الوردي ولكن سرعاً ما تخلصت من شؤول عرض من هذه الفكرة ضحكة سبونج بوب الشهيرة مبنية على أصوات عويل الدولفين تستغرق كل حلقة من حلقات سبونج بوب مدتها 11 دقيقة ولكن يتم العمل عليها حوالي عام كامل من البداية إلى النهاية في الواقع سلطع بيتشار الذي كنا نعرفه والذي صنعه سبونج بوب مليء بالمخدرات سلطع بيتشار زي ما بنعرف أنه جميعهم مهموصين فيه فهنا نظريتين معي هو إما أن سبونج بوب هو حقاً أعظم طباخ مقلي في العالم أو أن الوصفة السرية للسيد سلطع تحتوي على شيء أكثر إدماناً في حال لم تكن تعرف أن الشخصيات الرئيسية في سبونج بوب مستوحاه من الخطايا السبع المميتة وهذه حقيقة سمعناها في التعليق الصوتي لحلقة ثلاثة من الموسم الأول بعنوان بلانكيتون فسبونج بوب يمثل إلى الشهوة وبسيط يمثل الكسلان والشفيق يمثل الغضب ومستر سلطع القشع وشمشون الحسد وساندي الكبرياء وسريع الحلزون الشراهة نعم الآن صرت تعليف عن 11 أو 12 معلومة أو نظرية سرية عن سبونج بوب بيكون كم من الفيديو إلى الآن فقروا أم اللايك بهذا الفيديو عشان أن أتزلكم جزء ثاني لنظريات لكارتونات مرعبة ويب سي يو اشتركوا في القناة